السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مهندس رجل بنصر. ان شاء الله النهاردة معنا الدرس رقم اتناشر من دروس دورة الكلاسيك كنترول. درس النهاردة هيكلم عن مرحل او ريلي الحالة الصلبة او اسمه او اختصاره ايه الفرق بينه وبين الريلي العادي. الريلي العادي اللي احنا اخدناه لكده هو ريلي شغال بدايرة مغناطسية. يعني عبارة عن كويل لما يعد فيه جهد او يوصل عليه جهد على اطرافه جهد معين بيبدأ الكويل ده يكون مغناطس يجذب اطراف معينة. زي ما انت شايفين كده. ده الريلي العادي. اما الريلي للسولد السيد الريلي يختلف في التركيب الداخلي. يعني ما بيشتغلش عن طريق مغناطس داخلي. لا بيتكون من دايرة الكترونية داخلية. هي لما بيوصل لها جهد معين او بتتغذب جهد معين بتبدأ توصل نقاط وتفصل نقاط. يعني على سبيل المسال لو احنا بصينا على السولد السيد الريلي ده كده هوت هتلاقي الاوبة بتاعنا او الدخول بتاعنا عبارة عن مكتوب من تلاتة لاتنين وتلاتين فولت دي سي. والنقطة دي تلاتة ونقطة اربعة هي نقطة الدخول او بدخل عليها بعرضها للجهد بتاعنا. بس يتعرض بالجهد حد اقصى تلاتة او اتنين وتلاتين فولت من نوع فولت دي سي. ما بيشتغلش غير فولت دي سي بس. تمام? بيخرج لي هنا او بيوصلي نقط اللي اسمها نقطة واحد واثنين. بتوصل عندك من اربعة عشرين لتلاتمائة وتمانين فولت اي سي. او بتخلي نقطة واحد واثنين توصل توصيل مباشر على طول. وتتحمل جهود من النوع الاي سي. هنعرف بالتفصيل بعد كده اه ايه للسولد السيد ريلي. اول حاجة السولد السيد ريلي مبدئين بيستخدم مع الاحمال الغير متغيرة. من نوع الاي سي او الدي سي. وبالذات مع النوع اللي هو زي السخنات. اللي هي مش انواع زي زي المواتير او الاحمال الحاسية العالية او الاحمال السعوية. لا بيستخدم مع زي احمال السخنات. يتنوع ما بين او او يعني احماله ممكن تبقى شغالة عادي او لو اه من نوع اي سي او دي سي او سري فيز من نوع اي سي. ممكن هنا ليه استخدمات كتيرة. ممكن نستخدمه كوزيفة كوزيفة كمفتاح يعني شغال موصل يوصل او يفصل فقط او يغير وضع نقط. او اللي انا اوصله او استخدمه كوزيفة مقاومة متغيرة. بيخرج اه خارج متغير مع اه الاشارة الواصلة على اطراف الدخل بتاعه. هنعرف الكلام ده ازاي مع بعضها هنشوف دلوقتي. اول حاجة هنشوف المكون الداخلي بس للسولد ده. هنلاقي ان السولد ده ده حاجة اسمها طرفين هنا اسمهم وطرفين هنا اللي هما دولة اسمهم ده هما بيتغزوا بالجهد الكهرابي. آآ لازم يكون من نوع دي سي. اما طرفين الابط ممكن يخرج اي سي او دي سي عادي. لو احنا استخدمنا المفتاح كوزيفة انا مجرد بعرض الطرفين بتوع الدخل لدولة لاي جهد وليكن جهد اتنين وتلاتين فولت بيخلي النقطتين دولة النقطة اللي هي ديت واللي هما نقطة الخارج اللي هما عندنا واحد واثنين بيوصلوا او يفصلوا يغير وضعهم. بيوصلوا او يفصلوا يغير وضعهم. يبقى ازا هو ده مفتاح شغال على وضع اما الوظيفة التانية اللي انا استخدمه كوزيفة مكاومة متغيرة هنا باستخدم مع الجهد بتاع النقطتين الدخول جهد متغير بيتراوح قيمته من تلاتة الى اتنين وتلاتين فولت. آآ القيمة المتغيرة للجهد هنا اللي بتعرض عليها النقطتين بتاع الدخول بتخرج برضو نفس الكلام آآ قيم متغيرة للجهد بتاع الخارج على نقطتين دولاي. يعني والنسب دي تتناسب مع الجهد بتاع الدخول. طب الفكرة الداخلية للجهاز عبارة عن ايه? عبارة عن الجهد الدخول دوت بيعد على مقاومة وبعد كده بيعد على خلية ضوئية او لد لمبا لد يعني داخلية صغيرة. اللمبا لد ديت بتبدأ تنشك اشعة. آآ تخش على حاجة اسمها او بيستقبل الاشياء ديت. ولما بيستقبل الاشياء ديت عبارة عن ترانزيستور يعني من النوع اللي هو بيستقبل الاشياء بيدي اشارة عن طريق استقباله للاشياء ديت فبالتالي بنكبر الاشارة دي وبتبقى الاشارة دي عبارة عن بتوصل لحاجة اسمها هنا او هو ده بيفتح ويقفل هو ده عبارة عن مفتاح بتاعنا لما بيوصل له اشارة عن طريق الجزء ده بيبدأ يغير وضع النقط بتاعته بيفتح ويقفل هذا ده. آآ ده الجزء المهم عندنا في الحتة ديت. والجزء دوت اللي هو ده ممكن بيبقى نوعين. ممكن يبس مترايك. تمام? ده لو كان الحمل بتاعنا او الخروج بتاعنا من نوع يبقى ترايك ده بيستخدم للاحمال هي من نوع وممكن تاني النوع اللي او الدفايز ده اللي هو جهاز الخروج ممكن يبقى من نوع وده بيستخدم لأحمال لو احنا عندنا حمل يبقى الجهاز الداخلي او النوع الداخلي يبقى وبقابة الداخلية ديت الترانزيستور الموجود هو عبارة عن مصفت من نوع مصفت. الجزء دوت من آآ موجود عندنا هو جزء خاص بعملية ازالة اه الارتفاعات او الجهود ارتفاعات الجهود او الطيارات النتجة عن عملية او عملية التوصيل والفصل. بيبقى فيه جهود نتجة عملية التوصيل والفصل الجزء دوت خاصة بالفلطرة الجهود ازاي ده عشان ما تأثرش عليها ما تأثرش على الحمل بتاعنا. طيب احنا ازاي بقدر نستخدم للحالتين بتوعنا فيها عندنا حالة وفيه عندنا حالة يعني ازاي لو احنا استخدمناها كمفتاح على طول احنا بنعرض نقطة تلاتة ونقطة اربعة لجهد من نوع على طول بندي له td2 على طول على طول بمجرد موصل السويتش ده. النقطتين دولار بيوصل وا مع بعض نقطة واحد ونقطة اتنين. بتوصل هنا على اللمبقة مجرد التعرض الجهود وصلنا خلاص النقطتين دولا بيوصلوا مع بعض واللمبة بتبدأ التنور عادي اللمبة دي هي وصلة على ال واحد و ال واحد دخل على المسموات الرقم واحد دي ومن هنا وصل داخلي يعرض اللمبة من طرفها التاني لجهد. والتالي طرفها اللي هو المتبقي. رايح على النيوترال. ازا اللامة دي تعرضت. فاتنور على طول يبقى احنا كده استخدمنا بتاعنا كوضع اون اوف. اما بقى هنا الوضع التاني هو وضع اسمه وهنا بيكون عندي قيمة البطارية او قيمة اللي داخل على مختلفة بتتغير من تلاتة لاتنين وتلاتين فولت من نوع دي سي. وبقى اوصل المفتاح ده الجهد هنا. المتغير اللي متعرض على نقطة الدخول بيخرج برضو نفس الكلام جهد متغير بيتناسب مع التغير اللي حاصل هنا دوت بس بيخرج جهد متغير من اربعة وعشرين فولت حتى تلات مية وتمانين فولت من نوع اسي على النقطتين دولة. وبالتالي هنا كل ما ترفع الفولت كل ما اللمبة دي تنور بشكل اعلى لحد ما توصل اعلى نقطة اللي هي تلتمية وتمانين فولت هتتعرض لها اللمبة دي. يعني لو انا وصلت على وضع تلاتة فولت هنا عرضت الدايرة دي لتلاتة فولت ازا هحصل هنا بس على اربعة وعشرين فولت على اللمبة دي. ببدأ ارفع 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 لحد ما اوصل ليه اتنين وتلاتين فولت دي سي ليه ازا الجهد هنا بيوقف عند النقطة بتاعة الخارج دي تلتمية وتمانين فولت اقصى قيمة من نوع فولت اي سي. كيبه هو ده الوضع التاني بتاعنا اللي هو التاني يعني. طيب ما يميز الاس اس ار عن الكونتاكتور. ايه اللي يميزه عن الكونتاكتور? اول حاجة ده يتحمل طيارات اعلى بالنسبة لحجمه مقارنة للكونتاكتور. يعني ممكن اجيب سولد بنفس حجم الكونتاكتور. الاقي ان السولد ده بيتحمل طيارات اعلى بكتير جدا من الكونتاكتور برغم ان هما بنفس الحجم. تاني حاجة لا يوجد شرارة كهربية داخلية نتجة عن عملية الفصل والتوصيل زي الكونتاكتور. الكونتاكتور طبعا عملية الفصل والتوصيل بيعمل شرارة داخلية ممكن يسبب لتلديع داخلي في الكونتاكتس او الاطراف الموجودة الداخلية والحام او اعطال كبيرة جدا بتنتج بسبب الشرارة الداخلية ديت اللي بتحصل جوه. تالت حاجة مهمة جدا هي سرعة زمن الفصل والتوصيل مقارنة بسرعة الفصل والتوصيل للكونتاكتور وريلي في ناس الوقت. يعني انا سرعة السولد الستريلي سريع جدا بالنسبة لعملية الفصل والتوصيل للكونتاكتور ده داتا شيد بتاعت سولد الستريلي من نوع شنيدر احنا هنشوف الداتا شيد بتاعتنا هناخد اول نقطة هو السولد الستريلي بتاعنا بيتحمل او ممكن يستحمل معنا لحد يخرج معنا 25 امبير النوع بتاعه دي سي سويتشنج يعني لازم استخدم 25 امبير من نوع دي سي فقط او الحملة بتاعه دي سي يعني الامبوت بتاعه او الدخول بتاعه ممكن ادخل من 3.5 فولت لحد 32 فولت من نوع دي سي تمام الاوبوت بتاعه الخروج بتاعنا برضو بيخرج من 1 فولت ل150 فولت من نوع دي سي زي ما احنا شرحنا قبل كده في الحالات اللي فاتت هناخد اول حالة هو نمبر اوف فيزس عدد الفازات اللي موجودة في السولد الستريلي ده هو شغال على فازة واحدة بيشتغل ممكن يشغل حامل من زو فازة واحدة بس تاني حاجة الاي ريتد او اللي بيسموه اي نورمل او الريتد كارنت يعني اقصى يعني الطيار المقنن بتاعنا اللي ممكن يمر داخل المصامير ديت او داخل الاطراف دي كده كلها بتبقى 25 امبير زي ما اتو شايفين اهو الحاجة التالتة يعني احنا قلنا بلكده لو احنا شغالين من نوع دي سي هيبقى بتاعنا هو عبارة عن حاجة اسمها ترايك لو احنا شغالين من نوع دي سي بقى بتاعنا ديفايز بتاعنا هو حاجة اسمها المصفت او او دي سي سويتشنج المصفت ده الترانسيزتور التخلي اللي احنا بنستخدمه بعد كده الكنترول سيركت فولتج احنا اه الامبوت يعني الامبوت او اطراف اطراف الدخول بنستخدم معها فولت بتراوح من تلاتة ونص لاتنين وتلاتين فولت من نوع دي سي بعد كده المهم سويتشنج آآ فولتج هو اقل قيمة اه اقل فولت قدر استخدمه عشان اخلق الديفايز بتاعنا يعتبر او اخلق الجهاز ده يوصل الوضع اون لازم استخدمها تلاتة ونص فولت طيب هي برضو اقصى قيمة اقدر عشان اخلي الجهاز بتاعنا يوصل الوضع اوف لازم يعني يكون اقل من واحد فولت دي سي بيبقى الجهاز بتاعنا تيرن اوف الريزبونس تايم بقى دي اهم نقطة دي مقارنة مع الرلي او الكنتاكتور الكنتاكتور اللي زمن التيرن اوف بتاعه او زمن التوصيل كان قبل كده بيوصل لعشرين ميلي سانية عشرين من الف جزء من السانية اما هنا ده عبارة عن واحد من عشرة ميلي سانية يعني هنا معناه النجاز ده سريع جدا في الفصل وكمان في التوصيل نفس الكلام واحد ميلي سانية في الكنتاكتورات كان عشرين ميلي سانية يبقى ازا ده بيزبط النجاز بتاعنا او السلد الستر ليه اسرع بكتير جدا من الرليهات او الكنتاكتورات العادية وخصوصا لان دوت باعتمد على التوصيل بالضوء الداخلي وليس في اي اجزاء ميكانيكية داخلية زي الكنتاكتور او رلي اه الانبوت الكارنت بتاعنا او الطيار الدخول بتاعنا هو بتروح من عشرة لخمستاشر ميلي امبير الاول فولتش او الفولت بتاع الخروج احنا شفناه هو من واحد لمية وخمسين فولت من نوع دي سي هو بيشغل احمال اللي هي احمال دي سي اللوت كارنت بتاعنا طيار الحامل بتاعنا هو من واحد من الف حتى خمسة وعشرين امبير اقصى حاجة خمسة وعشرين امبير السرج كارنت بتاعنا او الطيار اقصى طيار عالي يقدر يتحمله النتج عن عملية السويتشنج عن الموضة الفصل والتوصيل هو بوصل الى مية وستة امبير في خلال عشرة ملي سانية و بعد كده لازم الموجة دي تنزل بسرعة الماكسي ميليكي ج ج ج كارنت هو دا اقصى طيار متسرب اثناء عملية الاوف اقصى طيار متسرب اثناء فيه تسريب كارنت بيحصل او فيه تسريب طيار بيحصل او بيحصل تسريب بيقيم تقديه تلاتة من عشرة ميلي امبير في حالة الاوف وده اقصى دروب اقصى اقصى انخفاض في الجهد خلال داخل هذا الجهاز هو اتنين وواحد من عشرة فولت اثناء عملية ممكن هنا كمان نوصل حاجة اسمه الانسليشن ريزيستنس او قوة مقاومة العزل الداخلي للجهاز ده هو بتوصل الف ميجا اوم الف ميجا اوم والكيلو اوم يعني الف اوم اما الميجا هي عبارة عن مليون اوم الميجا عبارة عن مليون من الحاجة دي نفسها هيبقى الف مليون اوم عند خمسمائة فولت من نوع دي سي الحاجة اللي بعد منها فيه حاجة اسمها الليد اندكيتور بيبقى فيه لمبة اشارة يعني داخلية هو هنا اعطيك اه فيه لد هنا دي اندكيتور لونها جرين لونها اخضر يعني في اطراف الدخول هو درجة الحماية الكهربية اللي خدناها لكده درجة الحماية الكهربية هو من نوع اي بي عشرين والنتويت هو او الوزن بتاعه هو تسعة وتمانين واتنين من عشرة جرام للجهاز دوت وطبعا احنا قلنا لكده الاوزان ديت بتبقى بتعرف تورينا العنصر الحقيقي او العنصر اللي هو الانتاج الاصلي من الانتاج المتقلد او الانتاج المضروب يعني للشركات اللي بتنتج برندات شبه البرندات الاصلية ولكن بتستخدم خامات زو قيمة سيئة او رديئة فبيبقى اكيد الوزن بيكون اخف بكتير من الوزن دوت المكتوب عندنا فبالتالي تقدر تميزهم من بعض العنصر الاصلية من العنصر المضروبة بيديك اخر حاجة الابعاد بتاعة الجهاز دوت السولد السترلي بتاعنا ده ابعاده عشان تبقى طبعا انت تبقى عارف بتركيبه فين في اللوحة وتبقى عارف مقاساته يبقى احنا كده اخلصنا السولد السترلي اه الدرس الجاي ان شاء الله هنخش على اول دروس البروتكشن او الحماية الكهربائية لللوحات الكهرباء